معنا من بيروت وزير خارجية لبنان الأسبق فارس بويز أهلا وسهلا بك معنا الوزير معنا في التسعة عشرة استهدافات متتالية آخرها اليوم استهداف في بعلبك لما تدعي إسرائيل بأنه استهداف لصواريخ بعيدة المدى لحزب الله وأيضا استهداف ليطال قادة في حركة فتح هل يعني ذلك بأنه فعليا لم يعد الحديث اليوم عن قواعد اشتباك وبالتالي تمهيد لما هو آت وما هو الذي يمكن أن يأتي مما لا شك فيه أن قواعد الاشتباك إن لم تسقط بشكل كامل قد سقطت جزئيا أو قد شقطت بمعيار كبير والواضح أن فعلا نحن أمام تطورات تنزر فعلا باشتعال حرب كبيرة هنا إن أخذنا أولا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بالعمق اللبناني التي تطال منطقة بعلبك يعني أي ما يبعد حوال 120 كم عن الحدود اللبنانية الفلسطينية إن أخذنا تصاريح القيادة الإسرائيلية التي تبشر بأن فعلا الثقل العسكري بدأ ينتقل من غزة إلى شمال إسرائيل أي إلى الجنوب اللبناني كل هذه مؤشرات واضحة حول التصعيد الذي يحصل هنا وهذا طبعا يدخل ضمن إطار مشروع نتنياهو الكبير مشروع نتنياهو الكبير الذي يتلخص بأربع نقاط استراتيجية أساسية وهي أولا توسيع رقعة الاشتباك بحيث يصبح الاشتباك حربا إقليمية تجر الولايات المتحدة إلى مواجهة طهران مباشرة وهذا هو المشروع استراتيجي عنده من أجل ما يعتبره تدمير المشروع النووي الإيراني جر أمريكا إلى حرب مباشرة مع طهران مشروعه الثاني هو فعلا إلغاء أي أسر للوجود الفلسطيني معالي الوزير في الزاكرة أو في التاريخ أو في جغرافيا أو في الأرض حتى نستثمر وقت هذه المداخلة المعلومات المسربة من الذين التقوا بهوكشتاين صرحوا بأن نتنياهو مستعد للحرب مع لبنان أكثر من استعداده للتنازل والسؤال هنا ما مدى استعداد لبنان لذلك طبعا لبنان لا يسع إلى الحرب من الواضح هذا ولبنان لا يتمنى هذه الحرب ولكن أنا أعتقد بأن الحرب إن حصلت في لبنان لن تكون نزهة بالنسبة لإسرائيل أنا أعتقد بأن هناك قوى في لبنان المقاومة تمتلك قدرات معينة من هذه القوى؟ تتحدثون عن الجيش اللبناني معالي الوزير؟ العناصر من الواضح جدا أن حزب الله والمقاومة سميتها المقاومة إذن واضح جدا أن المقاومة تمتلك قوى ميدانية فعالة جدا قوى متمرسة وأعتقد بأن هذه المقاومة تمتلك أسلحة صاروخية أيضا ومنها صواريخ دقيقة وبعيدة المدى تستطيع فعلا أن تلقي الأزل كبير في البنية التحتية الإسرائيلية العسكرية وغير العسكرية فلذلك أعتقد بأن هذا الأمر ليست بهذه البساطة يعني ليس بهذه البساطة قوة المقاومة في لبنان يعني هي أكبر بكثير من قوة حماس في غزة ولبنان ليس غزة لكن هل هي أكبر من قوة إسرائيل معالي الوزير؟ ربما في ميادين معينة إسرائيل تتفوق بسلاح الجو هذا معروف تتفوق بالسلاح الإلكتروني هذا أيضا معروف تتفوق بسلاح المخابرات هذا معروف ولكن أقولها وحددت هذا الموضوع أن أيضا المقاومة تمتلك قوة برية أي قوة مقاتلين مشات يعني تستطيع أن تمنع إسرائيل من فعلا غزو بري على لبنان هذا واحد لحد الآن هي ربما البعض يقول معروف أنها تمتلك لحظة معلش ما تسأليني السؤال تفضل لأنه ليس لدينا الكثير من الوقت تفضل معالي الوزير المقاومة المقاومة تتملك تتملك صواريخ بعيدة المدى كما قلت تستطيع الوصول إلى فعلا العمق الإسرائيلي ولكن يعني البعض يقول معالي الوزير يعني بالرغم من هذه القدرات التي تتحدث عنها إلى أن حزب الله وحسن نصر الله في كذا مناسبة قال بصريح العبارة بأنه لا يريد أن يدخل في هذه الحرب التي يحاول ناتنياهو جره إليها وأيضا يقال أيضا بأنه هو الحد الآن ملتزم بالصبر الاستراتيجي الإيراني صحيح أن حزب الله يتعاطى مع هذا الموضوع من جوانب متعددة من جوانب سياسية وعسكرية وليست فقط عاطفية بمعنى الرد على الاعتداءات الإسرائيلية فهو يدرس بدقة أولا صوابية الرد ثانيا حجم الرد نوعية الرد كي فعلا لا يخطئ بحساباته فحزب الله يأخذ بعين الاعتبار العلاقات أو الاتصالات الأمريكية الإيرانية ولا يمكنه أن يعرقل هذه الاتصالات فهو ربما ينتظر حزب الله أيضا لديه اعتبارات داخلية لبنانية لا يريد أن يكون هو المبادر وأن يتحمل مسؤولية الضرر الذي يمكن أن يحصل على البنية التحتية وعلى اللذنانيين نتيجة فعلا أفعاله ويقوم بهذه الحسابات الدقيقة كما أن حزب الله أيضا أو المقاومة لديها اعتبارات تقنية فهي ربما تنتظر مزيد من المعلومات المخابراتية حول تحديد المواقع معالي الوزير تحدثت عن اعتبارات ربما منتظرة من الجانب الإيراني تحدثت عن حسابات لحزب الله ولكن ماذا عن حسابات لبنان الرسمي ماذا عن حسابات اللبنانيين أنفسهم أنت حضرتك تعلم بكل الأزمات التي تعصف بلبنان هل لبنان اليوم قادر على تحمل وزر أي حرب أخرى لبنان بحكومته فعلا يمارس كل ما بوسعه من أجل تفادي هذه الحرب لكل هذه الاعتبارات التي طرحتها ولكن لبنان لا يستطيع أن يقول لا لشعبه ولا لمقاومته ولا لأحد إن تم الاعتداء عليه كما يتم يوميا يوميا نتكلم عن مئات الغارات الإسرائيلية لا يستطيع لا تستطيع الحكومة اللبنانية أن تقول لشعبها استسلم استسلم واصمط وتقبل ما يحصل ما يحصل هو أن نتنياهو بسابق تصور وتصميم يريد حرب إقليمية ويريد إشعال حرب مع لبنان من أجل حرب إقليمية تؤدي إلى طورة الولايات المتحدة في حرب مع إيران ولذلك كيف تريدين ماذا تريدين أن تقول الحكومة أن تقول الحكومة اللبنانية لشعبها الذي يتلقى يوميا طيب هل قرار الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية حكومة تصريف الأعمال لا صحيح ليس بيدها قرار السلم والحرب موجود حاليا بيد نتنياهو هو الذي يجر العالم إلى الحرب وهو الذي يفرض أمرا واقعا على العالم برمته بما فيه على الولايات المتحدة وتاريخ إسرائيل بالأمر الواقع على أمريكا تاريخ معروف ما الدافع وراء إعطائه الحجاج لخوض هذه الحرب لا تمارس والولايات المتحدة لا تمارس سياسة فعلية فعالة مع إسرائيل فلقد عاد الأسطول الأمريكي وكأنهم يقولون لنتنياهو نحن نحميك والتصريح الأمريكية بأننا ملتزمين بأمن إسرائيل وبسلامة إسرائيل هو تشجيع لإسرائيل بالدخول بالحرب التي لا تريدها الولايات المتحدة التي قام بها حزب الله لجبهة الإسناد ضد إسرائيل لما كنا وصلنا اليوم للحديث عن توسيع للحرب هذا آلو نعم معايا الوزير نحن نسمعك هذا كلام ليس دقيقا لأن أولا من بادر إلى الحرب ونوايا الحرب موجودة عند حكومة نتنياهو وما أسوأ من نتنياهو إلا بعض الوزراء المتطرفين عنده الذين يزيدون عليه والحقيقة أنا أؤكد بأن المقاومة في لبنان يعني ردت بأقل وتيرة ممكنة على الاعتداءات الإسرائيلية إلى حد أنني أستطيع أن أقول ربما ردت من واحد إلى عشرة يعني حول مقابل عشر اعتداءات ردت المقاومة برد واحد فواضح جدا يعني لا يجوز أن نغير الوقائع إلى آخره أنا إنني أعلم بأن إسرائيل يعني تسيطر على الأعلام الدولي وتسيطر على كذا وكذا يعني غير صحيح طيب طيب معايا الوزير لننتقل إلى من الواضح أن لا لبنان لا لبنان لا لبنان ولا إيران ولا المقاومة اللبنانية يريدون الحرب لا بل يعني أنا واضح بأنهم سعوا كل السعي لتجنب هذه الحرب واكتفوا بالرد الضروري بالرد الضرورة ولكن أنا أعطيك مثل عندما تقوم إسرائيل بقتل فؤاد شكر الذي هو القائد العسكري للمقاومة بسابق تصور وتصميم فهذا واضح جدا بأنها تريد حرب يعني عندما تقوم بقتل إسماعيل هنية في عمق تهران وفي قصر الضيافة في تهران المحمي من الحرس الثوري فإنها يعني لا تترك مجال إلا لرد متناسب لهذا الموضوع هذا ليس اعتداء عادي وتقليدي طيب معاني الوزير يعني تحدثنا عن أنه نعم برد برد مبدئي طيب طيب معاني الوزير أيضا يقال بأنه يعني إعطاء الزرائع لإسرائيل اليوم إعطاء الزرائع لإسرائيل اليوم لإحداث هذه الاختراقات الأمنية لدى حزب الله ومواصلة هذه الاختيالات ولكن اليوم أريد سؤال آخر أيضا فيما يخص الدبلوماسية المكوكية التي قام بها الوسيط الأمريكي هوكشتاين ما الذي سمعه والحديث عن 1701 وليس بجديد ولكن عاد بإلحاه هذه المرة والجانب الإسرائيلي يطالب بعدما كان يطالب بعشرة كيلومترات اليوم يطالب بأربعين كيلومتر في العمق وبالتالي ما مصير 1701 واضح جدا يعني كيف يمكن كيف يمكن يعني طبعا إسرائيل هي مصنع مصنع وفبركة كبيرة للنظريات الغريبة العجيبة إسرائيل دولة نووية وتطرح نفسها كدولة متهدة ودولة مستهدفة ودولة ضعيفة وتطلب حماية العالم وهي أقوى دولة نووية في المنطقة إسرائيل تعتدي وهي دائما تضع نفسها في خانات المعتدى عليه إسرائيل الآن تطالب بضمنات طيب بضمنات حول الحدود أربعين كيلومتر معالي الوزير ماذا عن مصير 1701 نحن نرضى بنسحاب أربعين كيلومتر شرط شرط لا إسماعيل الجواب شرط أن تنسح بإسرائيل أيضا أربعين كيلومتر إلى الوراء من الحدود هذا ما سمعه هوكشتاين من لبنان هذا منطق ديبلوماسي ومنطق سياسي هذا منطق سياسي في العالم كله عندما يتفق على انسحاب لا يكون الانسحاب من طرف واحد يكون الانسحاب من الطرفين أنا أفهم أن يتم الكلام عن منطقة معزولة من السلاح من الجانبين من الجانب اللبناني ومن الجانب الإسرائيلي فإذا هذا هو المطروح أهل وسهل أما إذا المطروح فقط أن ينسحب لبنان الذي كل طوله لا يصل إلى 200 كيلومتر أن ينسحب لبنان إلى أربعين كيلومتر نحو الوراء فيما إسرائيل باقي وهي ستحتل هذه الأربعين كيلومتر هذا سيعيدنا إلى ما كان قبل عام الألفين أي تعلمين بأن إسرائيل نتيجة احتلالها للمناطق اللبنانية اضطرت رغم كل هذه الهالة بأن إسرائيل فعلا قوية جدا ودائما يضعون اضطرت إلى الانسحاب الغير مشروط نتيجة كل يوم تعرض جيشها إلى فعلا هجمات من المقاومة نعم معاني الوزير بالنتيجة هذا كلام غير منطقي نعم أشكرك جزيلا شكر كنت معنا من بيروت وزير خارجية لبنان الأسبق فارس بويس شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا أشكرا جزيلا لك على المداخلة معه اشتركوا في القناة